بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنشوف مرجع من المرجع قوي جدا في موضوع LOD اللي هي Level of Development او في ناس بتقولها Level of Details هي هنا Level of Development بيقول لي لو انت هتسلم المشروع بتسلم على كزا مرحلة فمسلا اول مرحلة بيبقى LOD 100 اللي هو دي 200 اللي هو دي 300 بيبقى كل مرة في تفاصيل اكتر بحيس ان انا مثلا لو انا صممت فيلا الواحد وحطيت فيها كل التفاصيل وبعدته له ويقول لي لا انا مش عايز كده فبعد ما بزلت الجهت هتعيد لا ده انا ممكن ندره شكل مبدئي فهو يوفق عليه فنبدأ ندخل في المحلة بعدها احط له مثلا الغرف والتقسيمات وفق عليها احط له بقى ايه التشتبات وكل الحاجات اللي تلزم ليه التصميم بتاعي هتلاقي الروبط اسفل الفيديو عشان تحمل الكتاب دوت هتدوس هنا هتجي هتفتح لك النسخة هتحمل ملف دوت هتلاقي عندك هنا ده ملف pdf وملف excel ملف pdf هوت اللي هو ثم تعقل ونقصد الوضع الوضع مثلا 100 تبقى شكلها ازاي الوضع كماناتين ازاي زي ما تراه المية بتبقى بس كتابات بسيطة الميتين بتبدأ الشكل بدون تفاصيل هنا تفاصيل اكثر 350 تفاصيل اكثر 400 تفصيل الكافية للبناء. تمام? ده تبع الكود الامريكي. وممكن تشغل بيه في كود البريطاني في شغل مشكلة خالص. لو انت عمل بتكتب فيها ان انا هشتغل في الكود دوت. مش هناخد كل الكلام ده كوب بيست يعني دول تقريبا متين وسبع صفحة. مش هخدهم وحطوهم لا ده انا هقول له لو اختلفنا في ال الو دي هنروح للمرجع دوت. تمام? طيب هنا بتكلم على ال الو دي مية هبقى اعمل ازاي ال الو دي متين. الجرافقة هيبقى اكتر ال الو دي تلتمية ال ال الو دي تلتمية وخمسين ال 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 وبعد كده مثلا هيبدأ يمسك كل شكل مثلا لو اقولنا مثلا الباب هبقى عمل ازاي هنا بشرح مالا في الكسل هبقى عمل ازاي العنصر هوت انت بتقول له مثلا العنصر دوت ال الو دي هسلم مثلا مية او متين او تلتمية زي ما انت عايز تمام يعني اول بشرح لك الفكرة وانت مثلا تقول له انا في التسليمة اللي هي الاس دي هتضيك مثلا ال الو دي مية ال الدي دي هدهلك مثلا متين وهكذا تعالى ناخد مثال على العناصر بتبع عمل ازاي وليكن مثلا اهوت ده بيقول لي في ال الو دي مثلا متين هيبقى بشكل دوت في التلتمية هيبقى بشكل دوت في التلتمية خمسين هتحط التفاصيل ويكتب لي ايه الحاجات اللي هتحط في الربعمية هيبقى كذا فلو انا قلت له انا هسلمك في اخر المشروع اللي قدير ربعمية يبقى لازم فيه ال ال رينفورسمنت وفيه الفينش وفيه الشامفر تمام تعالى مثلا نمسك حاجة زي ديت اكستيريور وول لو انا قلت له مية هيبقى فيها حاجة عاصر هتسلم الميتين هتبقى بالشكل دوت التلتمية هيبقى هنحدد المكان والشكل اللي هبقى عامل ازاي التلتمية خمسين هنحط التفاصيل ديت ال الربعمية هنبدأ نحط المسلا باوند بيمس مثلا هنبدأ نحط العناصر بالشكل دوت ال ال او دي هتلاقي فيه حاجات خاصة بالمعماري والانشائي والقاهروميكانيكا بقى دك التفاصيل تمام يعني متين صفحة فيها كل العناصر لو انت هستلمها مية ال او دي مية هتبقى كام متين تلتمية ربعمية فخلاص موضوع المشاكل التحديد العنصر ده يبقى ايه خلاص اختفت تمام فمارجع مهم هتلاقي الرابط اسفل فيديو حمله وابدأ اه اعتمد ان شاء الله شكرا